اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزرعة على المستويات المتقدمة التي بلغتها العلاقات البحرينية الأمريكية وما تجسده من حرص واهتمام مشترك لمواصلة تعزيز مسارات التعاون وتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وقال سمو إن التواصل الثقافي والإنساني قد حظي بموقعه في إطار العلاقات الراسخة بين البلدين ليجسد بعدا حيويا ينسجم مع قيم الانفتاح والتعددية التي يواصل ترسيخها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كونها عنصرا يميز ثقافة وهوية المجتمع البحريني جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع عدد من الأعضاء البارزين في اللجنة اليهودية الأمريكية في قصر القضيبية اليوم ورحب سموه بزيارة اللجنة إلى مملكة البحرين مشيرا سموه إلى أن المملكة حرصت على مد جسور التسامح والوئام بين كافة المجتمعات والشعوب مضيفا أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا بروما يأتي تأكيدا على هذا التوجه الحضاري من جانبهم أعرب وفد الأعضاء البارزين في اللجنة اليهودية الأمريكية عن سرورهم بلقاء سمو ولي العهد ضمن زيارتهم إلى المملكة مشيدين بما يبديه سموه من اهتمام متواصل بدعم العلاقات البحرينية الأمريكية على كافة الصعود شكرا